السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم مباحثين العزاء إن شاء الله سنكمل معكم سلسلتنا من المقاطع على موضوع برنامج CFD فإن شاء الله اليوم سنبدأ من سلسلة الجيومتري فقلنا أول برنامج سنبدأ به هو الديزاين موديلر طبعا سنحصل على منهجية ورسم مالته سنبدأ بأدوات الرسم البسيطة وحتى أنه يكون متكامل طبعا قلنا نحن لا تحتمدون على هذا برنامج لا يمكن أن تحتمدون على هذا برنامج ولكن إذا أنت متمكن من برنامج الصورة فلا يوجد أي شكال بالموضوع الثاني طبعا نحن نعرف أكثر المهندسين الباحثين أنه يعمل على الأوتكاد فلا يختلف بعض المنهجية بالموضوع هناك نحن نرسم مثلا نحدد البعد من البداية هنا نرسم فري هاند ثم نحدد البعد وإن شاء الله سنرى فأول شاء الله أنتم تتبهون عليها عندكم هنا في هذا الوقت موضوعي ستحددون الوقت هناeh مثلا يختار المترك أيضا بالترتيب هناك نرح تذهب على تطو państw الأقل هناك أيضا تجهز المعوض المترك لا يوجد أشكال بالنظر. أي ترتيب آخر لا يوجدك. ثانياً، سأتحدد البلان. البلان التي تضمنها بلان. أنا لديها 3D. فتقول لها رسم مارتي 2D. مثلاً، عادة نرسم ضمن X, Y والZ هو البعد الثالث للثري. ولكن كيف تريدها؟ ممكن تقول لها العامودي والبلان مارتي هو X, Z لديها 2D. ثم سوف نتطور بالموضوع ونرى 3D. ولكن حالياً، سوف نرى 2D. نختارنا بلان X, Y وضمنا Z. فهذا الأخضر هو Y والأحمر هو X. حددنا نقدر منها نحدد نتغير اسمه رأسيين مثلاً نقول هذا اسمه واحد ولكنني هو أن يأثق وهذا أمام نصير ندر اننا ندي الهيات ودينا المودرين المودرين هذا هو شغلنا 3D أما السكيشنك هو التوديميشن لذلك لدينا كم فقرة هنا موجودة أول شيء أول شيء ودينا ودينا موديفاي كما تعلمنا أول شيء تعلم ما نرسل ثم موديفاي ثم نضع الأبعاد وقف الثوارد ودينا ودينا بالنسبة لدينا مجرد أن يكون موديفا ما نرسل هذا يحدثنا ومع الورق ومع الورق فهذا يمكن أن يكون نتاجها بالإضافة أن تفعل الاسناب الاسناب حتى يظهر لك الكورنر الميت البوينت سينترويد سيركل ومع هذه التفاصيل فتفيدك الاسناب هذا ما يوجد أو يبدأ أخيرا وغيرها أو قلدة عادية طبيعية ما نرسل السحنة ورق بيانة هذا مجرد التوضيح هذا في الشيء موجود نبدأ السحنة إن شاء الله محاضراتنا اليوم نحن لأدوات الرسم مثلا نريد أن نرسم لفد لين معين لدينا شغلتين أما البولي لين أو اللين ما بينهم اللين أنا أرسم في أي مكان اللين هذا يدسم رسم واحد يقطع بعد خلاص يجب أن تضغط مرة ثانية وتكمل تضغط مرة ثالثة وتكمل انتبه هنا هنا نقطة 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 وهذا متقطع كل واحد أبدا مثلا أنا لدي اللين أذهب 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 أقلاب هذا رفع على الأعلى هذا V Vertical والH Horizontal وهو وفق العمودي انتبه هنا مثلا على هذا أنا لدي هذا الH الH مثلا تحدد هنا أحدد البعد أريد مثلا أكتب هنا أنا مثلا أريد أن يكون يعني أريد عشر مثلا عبرنا هذا صار المسافة عندك طولة المسافة عندك صارت عشر طبعا هنا منها عندك أدوات يتحكم بها قرب تباعد يعني تبسي تحركيك تريد سير دوران 3D ثم ثم حسب ما أنت تريد لا يوجد بالموضوع حاليا نحن ضمن تدهن فهذا ما نحتاج تدوين فهذا حددت عشر هذا المسافة التي أردت هنا قلت لها أريدها خمسة أو ثلاثة 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 فلسروا تصدفون أنه زاد المسافة حدثوا العمودة أريد أخبار هذه نسبة للمسافة والليل متأخبار لدينا مشكلة هذه تلك تلك يعني نستخدم يعني مثلا احنا خنقول نريد نرسم هنا سيركل وريد مثلا تانجت فنحددنا ونشتغل يصير يعني أنه يكون مماس يعني عائل فقرة تانجت تمام؟ يكون مماس احنا مثلا خنقول نرسم مثلا خنقول هنا سيركل طبعا كلها بقياسات أريد واحد هنا واحد هنا قسمي خط مماس الى نقطتين فأحددت لا يوجد قلبية ما هي الفكرتين؟ الفكرتين أنه أرسم متواصل يعني أضغيش لحد ما أخلص مثلا أحد مجموعة من الأركان النقاط لحد ما أخلص أقل يابا اخلص هيا خلصنا هيا كيف أحدد بعاده؟ نفس الفقرة مثلا أقول هذا هذا نفس الحالة وأأتي هنا هذا أحدد لي أصفر أريد هذا خمسة أريد ستة أريد سبعة وهكذا تأشر من نانا ويأتي هذا إن شاء الله المهم هنا جنرال يعني مثلا إذا أريد أن تضغط الدائرة ستعرف أن الدائرة مثلا وهكذا هذا بالنسبة للمن بالنسبة للنظر نقل 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 أكثرينame أخبرتH Äradar أنهuno أحس أريد الخيم أتأثرين كيف أحسر؟ أنا آسر break الحالة آسر أنا أريد رلك أريد أربعة أصبح نقل أربعة أريد رلك أردي كيف تحول كل هذا الفقرة لا تنحيب لدينا خمس وحدات لأضلع مانتق خمس أضلع للبوريغون فرتبت بهذه الطريقة وطول الضرع الواحد تلقاه هنا سيطلع عندي تمام؟ هذه بالنسبة للبوريغون هذه رسومة بسيطة بعد ذلك سنسموها المهارات ببداية تعلم مهارات كيف تسمى الـ 2D Emission بعد ذلك حسب الرسم الذي لديك تستفاد من هذه المهارات التي تعلمتها لدينا المهارات هذا المهارات مجرد حدد نقطة ونقطة أخرى وأيضا لدينا المهارات ومعادة 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 في المشكلة هذا مننا ومعادة لماذا المهارات؟ لأنه لا يحتاج إلى حدد مائل أو ريديس أو ديميتر أو كيف تريد فهذا المهارات سوف يفهم الهارات وقائم هنا مثلا لدينا هذا البعد H9 بالطبع يبدأ يمتلك كيف تريد أن ترسم رسم ثاني يريد أن يرسم رسم ثاني مثلا مثلا هناك 20 مثلا مثلا نمسح تكلمسح هذه 20 العمودة مثلا مثلا 15 طبعا بريكتانجلار تصبع الرسم بأنه تستخدم هذه الطريقة فكذلك تستخدم تحدد لديك لا تقفل اشكال من الركطانجلر تستخدم الركطانجلر تستخدم فلوات فسيء لا يستخدم لا يستخدم ستقوم بأسفل أخبرتك يعني سيحدث مجهة ترام فهذا مجرد إذا فعلت يعني إذا رسمت هذا ركتانجلر إذا رسمت ركتانجلر عادي ما عندك إشكال به أكو سالة ثاني هذا واحد هذا ثري بوينت ترسم ركتانجلر سر معادي أما هذا فينطك ركتانجلر اللي هو الأفقي هذا اللي متعامل يعني تمام مو بزاوية مثلا هذا اللي عندك أنت إذا قلت لفلاد فراش يسوي أي شيء ترسمت راح يبدينه بقوسين وهكذا تمام إذا ما نحتاج التنفلات معدك مشكلة بها أي هذا أيضا يرسم نفس الشكل اللي بالركتانجلر والطاقي هذا الشكل نفسي يرسم عندك منها موجود جاهز الأوضل يرسم لك اللي عبارة عن مستطيق من جهة إرمالته مجرد يسوي راح تقل لفلاد قيس هم نفسي حالا دائما نفسي دائما نفسي قيس هذا مجرد يسوي هذا الشكل عشرة الشكل عشرة أريده مثلا تبوغيها ماذا سيحدث؟ الشكل عشرة أريده مثلا مقدارا عشرة أريده الضعف عشري ما حصلت؟ طولت هذه المسافة أريده مثلا قيسة جنرال مجرد آخر يمكنك أحدد القوس تلقى أيّا تقوم بإضافة هذه المسافة أحدده قوس تلقى أيّا تلقى أيّا تلقى أيّا قم بإضافة خمسة تلقى أيّا يأخذ بالبعد الثاني أيّا خمسة تمام؟ إنه متطاب بقرأ يسمى واحد فلا يصبح لك لأنه مجرد تتسماع القواعدة يمكن تحتاجها تمام؟ أدوات الرسم ستكون بهذه الطريقة ترسم الرسم 3D ومن الـ Dimension تحدث قيمته عكس الأثقاد الـ Dimension تكمل ومجرد الشغلة أنه يعرض لا، هناك الـ Dimension جداً مهم عندك يعني أنت تحدث قيمة هذا اللين عن طريق الـ Dimension 2 في ظن الإدراء هذا Circle منطقية Circle تحتاج إلى الصوف وفي الـ Dimension مجرد الضغط هذا مثل قطة D ومن قدم D أخرج الـ D12 ويقوم بإختارات 15 في الـ Dimension ومن الـ Dimension حتى تدخل هذه الـ I وقلنا نضغط على الـ Right Click ونضغط على الـ Right Click ونضغط بالمساح و أرجع نفس الطريقة أفعل بلان جليل و أضغط و أبدأ أرسم عندما أضغط أبدأ أرسم لديك أكثر من بلان مثلا قبل كان لدينا طبقات نعمل بلانات كل بلان يرسمك في الجزء معي أنت تقسم فهذا الطبقات بلان ثاني هنا بلان أرسم لديك قناة مائية منشآة هدروليكية القناة المائية ترسمها بلان والمنشآة هدروليكية ترسمها بلان ثاني تمام؟ هذا ينتبه عليها ضرورية لكم فهذا يمكن أن تقسمها أن تقسمها مثلا تقول لا أنا عندي واحد باتجاه أسوائي والبلان الثاني باتجاه مثلا ويزت تقسم هنا بلان ثاني تشتغل عليها وأيضا ترسمتوا دائميش لعني لا يوجد مشاكل تمام؟ هذا يجب أن تجعلها ضمن النطار الآن نعود إلى بلان مائية نحدد المكان المكان الذي نسم هذا اللعين مائية ونطينا تشبيك مائية فهنا ونطينا ضمن هذا الاسجاج وصلنا إلى سيركوب يقول لك هاي سيركل باي يعني يقول لك يكون مماسي مثلاً عادي مثلاً يقول يابا هذا عندي خي يقول بوكس وعندي هنا مثلاً خي يقول هالطريقة عدي خي يقول لائن يعني لا على التعيين ويقول اكو لائن دا يقطع بهالطريقة فا اكو لائن اقول لائن او سيركل تلاث نانجات يعني ثلاث مماسات قرضت لتلاث مماسات راح يرسم لي دائرة ثلاث مماسات هنا تحتاجوه في حالة انت عندك تشيء عندك ثلاث أرضا تريد داخلها دائرة ففي الهد طريقتها والأقاوس نفس الحالة وفي الهدان القاوس مماسي بهاي وبهاي النقطة فراح يتحدد ترسم أي قاوس وفي الهدان القاوس والنقاط التي لديك او ثلاث نقاط يقول لائن القاوس من هنا ومن هنا او العكس تمام انت طبعا عكس تجاعد او الساعة شغلك ما تفعله من تقول له اريد مثلا ثلاث نقاط تبديد من اليمين ونوب 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 مثلا تحدد نصف القطرة ثبت هالطريقة هالطريقة مثلا هالطريقة ونوبتر نهائية بعدها نصف القطرة ونوبتر هالطريقة فهل تجد هذه طريقة هالطريقة تريد بهذه الطريقة هالطريقة الساعة هذا المعروف سوف ترسمها في مكان ونوبتر 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 ونسبة لك ونوبتر هنا نرجع برسل أكيد الرسل هذا مثلاً قطر الرئيسي وهذا مثلاً قطر الثانح سيكون واضح شكل الإلبس السابق لم يكن واضح فهنا سنوضح حكميه هنا هنا أيضاً عن إيمن أتفقنا أننا لدينا دروس فهذا هناك شغول وهناك شغول مثلاً مسافة وفقية تطلحها وتكتبها باقبة تكتبها باقبة مثلاً خمسة نحن نرجع بس نفسه هذا دريد لدينا هذا الجاد فهنا نرسم الإلبس فالحدد نقطة معينة اتفاعة أعلى وأنه مثلاً نقول صار شكله هذا الطريب سأذهب إلى اللي عندنا سأختار جنرال ماذا يقدر هنا مثلاً نختار جنرال آخر فهنا نقول نحن نريد مثلاً نقول عشرين وهنا نقول نحن نريد عشر تمام؟ تبهت على الفكرة بعضها وحدها نرسم مثلاً بالاتجاه المعاكس فهنا نريد 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 بهذه الطريقة تمام؟ هذه المعاكس أيضاً نكون بهذه الطريقة هذه واحد استخرجة وهذه الثانية مستخرجة وأيضاً نكتب اللي أبقى المعاكس طبعاً هنا سيكون أدوات الرسم جداً واضعتكم إن شاء الله على المحاضرة سنأخذ إن شاء الله موديفاين أدوات التعديل كيف نقدر معدل على التوديميشن وراء إن شاء الله أريد أن نحاول هذه الرسوم نأخذ الرسوم أرتب كتوديميشن ونحاولها إلى موديلينج ثلاثة العبادة دمتم بخير وأتمنى أنكم كل ما